موسيقى لغناء كنت متلت للمغرب في محرجان مريكة محجبات العرب وإفريقية في القاهرة كنت وصلت للقاهرة أول حاجة مرقيتش لكي يستقبني تصدمت تصدمت بثاف لأنه وصلت من العزة الصباح وصلت عيانا ستسويه ديال الطريق وماكنش لكي يستقبلك هاديك أول صدمة خديت تاكسي ومشيت للوتيل مني مشيت للوتيل كنلقى الحجز ماكنش ستصباح ماكنش الحجز اضطريت أني لنعز فق كنابي وأنا كنت بكي ووحد ما غديش تصور وحد الحالة يرتلاها كنعيه تليفونه تطافين كنعيه تليفونه تطافين تلا عشرة صباحات جاو عندي دونك الغرفة مخديثة 300 ليل دخلت عند لجنة تحكيم أنا بحالة جاي من الطيارة الديركتور مو عند من لجنة تحكيم البنات جاي مقادين هذا وأنا من الطيارة ديركت عند لجنة تحكيم قلت لي معطيوني غير غرفة باش نبدل ملابس ديالي ما كانش غرفة قال لك تالليل دونك ديالي عشي دوزتها حالتها من بعد أنا قلت غدا نوجد راسي للغدا كان لجنة تحكيم عود دوزيام جوق خاصة متشوفنا خاصة جاز عدنا قلت لك ما كانش اليوم ما لجنة تحكيم غدي تخرجوا الدور شوية في ميزر مديرة المهرجان تصدمت كيفاش غدا ندور في ميزر هدي موسابقة احنا جايين باش يباش ندوروا احنا جايين باش يقيمونا لجنة تحكيم باش يعرفوا ثقافة ديالنا المستوى شنو هاد شي دك الساعة أنا عرفت انو ما كانش مصداقية من بعد في نهار المهرجان دك النهار كامل احنا مكرفسين في نهار المهرجان دخلت في اللول بخيزونتاسيون البنات كامين كي بخيزونتاي شاك فيتات بخيزونتاي راسها من بعد كانت لجنة تحكيم دك ساعة لجنة تحكيم جالسين شي تنصر واحد دوز يام فوام اللي يدخلنا مكين تشي واحد في لجنة تحكيم عطونا سؤال ولا دك سؤال على كل شي على البنات كاملين يدخلنا مرة واحدة سؤال على كل شي ماذا يعني لك الحجاب وشكني غادي تصند لك ولا غادي يقيمك مكين تشي واحد كيني نجوج اللي كانوا أستاذ حاجي بماء العينين واحد الأستاذ لبناني أنا دك ساعة مليت نجاوب على السؤال صفي مصدومة عرفت أنه مكينش مصداقية عرفت أن اللي غادي تربح راح عارفينها ومصوبينها خرجنا مليسا نخرجو المنشط تيقول لنا ما عندكم نش تخلعو هذي را غير كتدخلو كتتمتلو كتخرجو را اللي غادي تربح رابعينش كون فاش جاء الإعلان على النتيجة أنا فعلا تصدمت شوية حيث حسيت أنه مكينش مصداقية بتاتا في هذ المهرجات ولكن تقبلت الأمر وبقيت تتصورت مع كل شي حيث هما يكدوا وقال لك ما تصوراتش وخرجات وما رفضت اللقاب ومساحبات وممثلت المغربة ما عنداش أخلاق وما عندهاش يعني مخلو ما قالوا فيها ولكن الحمد لله تصور وصلوني أنا دير التاج ومصورة معاهم وبقيت تل آخر لحظة لمراحل تتويج فاش خرجت أنا كنت مشيت حطيت تاج بدلت حويجي طويتهم وحطيتهم قال لك لحت حويجها ودرت دعم مشاكيل وهذا ما كانش نهائيا ومتحدى أي واحدة قالت هذ شي مشيت عندها بقيت كنقول لها عطيني غرف نبات دك ساعة تلسة الصباح كنقول لها عافق عطيني غرف نبات أنا مشي معاكم ما تخلينيش هنا بوحدي الوطاة البعيدة على المطار باللسة تسويه وانا عندي عندي الغدلي كانت عندي طيارة تدوني معاكم ما بغوش تدوني كان يقول لها أنا نخلص من عندي أنا نخلص من عندي غرف تدوني ما تخلينيش هنا بوحدي قالت كل أهنا تبقى مشاو كاملين كل شي مشا إلا أنا يعني بزز مني قد نبات في كل وطاة وكون غير بالتسعمة وأنا مرتاحة الغرفة اللي دخلت ليها هي اللي كانوا كيما كيو فيها البنات مسخة حاشكم حالتها يعني واحد الحالة يرتالها واحد الحالة يعني ما يمكنش راها غير حاشكم حيا وان ما يعطفوا عليه الناس من بعد الغدليه رجعت هفتيه بشنو رجع الوسط للقاهرة 400 درم أنا كنفكر ده بغير كون كانت شي بنت والشي متع سابقة شي ممتيلة المغري مشات في بلاستي ومشات على قدها شو كوني غاد يخلص على هاد شي ما طار تاكسي بـ 400 درهم ما بنشارجع أنا من ذاك الوطاة بـ 400 درهم عاد في وسط هاد تخواجه وقسامن بالله ما كينش ليك رحمك بضانون إيلا ما جبتيش من جيبك وخلصي والله لك ليتي يعني واحد جوع واحد المهرجان فاشل ما خاصش نهائيا تبقى تدخل المغريب ولدير هاد المهرجان هذا واتضحك على عباد الله حيث أصلا لممتيلة المغرب اللي كانت قبل تهيض تعرضت نفس هاد الشي وانا تاني كنتعرض الكتر منها هاد المهرجان هذا ما خاصوش يبقى في المغريب ومن غير هاد الشي من غير هاد التنظيم فاشل ما عندوش مصداقية أنا من اللي تعرف هاد المشكيل ديالي هدر معايا سيد كان معاهم زاكي بالملال مصمم أزياء مغربي كان معاهم في لجنة تحكيم في طانجة وقال لي يشوفا دنيا كون ما كنش أنا في طانجة ما كنتيش غادي تكوني ممتيلة المغريب حيث في النوقات فاش حسبهم هو جيت أنا اللولة وجاوا عندو قالوا لي عطاوه اسم وقالوا لي هاد الاسم هو اللي غادي تعلان عليه قال لي هم والله وما تخليوا النوقات بحل هكذا تقدر نخرج نفتحكم في الصحافة وقال لي يا وأنا يا مستعد أنني نأكد لكلام ديالك ومستعد أنني نقول هاد البرنامج المهرجان أنه ما عندوش مصداقية وما خاصوش يبقى يتعود اللي زاد حز في النفس ديالي أنهم من بعد يومين كتوصلني أخبار وكان قرف الأخبار المصرية واللبنانية أنهم حيدوا الممثلة المغرب اللقب وأن ممثلة المغرب نسحبات وأنها مرضاتش بهذا السميتو تتوج ديالها ونسحبت عند قلة الأخلاق هاد شي اللي هما ما مخلين ما غايلين عليها وتعيروني ووصلين أدي وتعيروني بمعيور خيب بزاف أنا كنت غدا نسكت ما كانش غدا نقول كع هاد شي ولكن اللي حيدوا لي اللقب وتحدوني وحقروني هاد الحجرة أنا قررت نجي للمغرب وغدا نفضحهم وفضحتهم الحمد لله أن هاد المهرجان هاد ما عندوش مصداقية حيدوا لي اللقب أعطوه المصرية علش حجرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة